في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات التي تتعرض لموجة من التقصي السيء والأمطار الغزيرة تلقى وزير التنمية المحلية محمود شعروي تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة حالة التقصي بعدد من المحافظات ومنها البحر الأحمر وأسوان والأقصر وسهاجة فيما تشهد باقي المحافظات استقرار حالة الجو وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن تقرير غرفة العمليات أكد استمرار قيام الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر برفع تراكمات مياه الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة